يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز في فا 19 سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ارسل جيم رابعكم اليوم بقطع جيد من سلسل التحديات فوتودرافت أنا بهذا الفيديو تحدي جدا رهيب وتحدي أسطوري رح يكون ولي هو تحدي فوتودرافت الأرقام الفردية طبعا فكرة التحدي بكل بساطة انه رح نختار اللاعبين اللي الريتنج تابعون بآخره رقم فردي يعني مثلا لعب الريتنج عنده 92 طلالة واللاعب الريتنج عنده 81 رح اطار انخذوا اللاعب الريتنج عنده 81 باعتباره رقم فردي فالفكرة جدا حلوة وجدتني اقتراح من أحد المتابعين فبتمنى بلونا نبدأ دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة ازا ما كنتم مشتركين وصلوا عشرية الف لايك مشان نزلكن تحدي الأرقام الزوجية ازا جاب هاد الدعم ازا جاب يعني هاد الفيديو دعم جدا ممتاز فأكيد انه رح ينزلكون بقرب وقت واشتركوا بالقناة ازا ما كنتم مشتركين ضغط هزر ما رح تسرك شي لكن رح ساعدني فيها بشكل كبير فما طولنا هالمرة بالكلام الحمد لله يعني شرحنا بسرعة خلونا ندخل الان ونشوف التشكيلات اللي عنا يلا بسم الله يا رب طبعا الخطط ما لا علاقة بالموضوع تمام فمناخد اربعة اتنين ثلاثة واحد الحمد للان اجتني ما بعرف خلي الايكونات عادي ولا شو نكاتا وهي في كريسبو خلص خلي ازا طليلي ايكون رقم زوجي ما رح ااخده تمام فرح بمشي مع ال يعني مع الارقام الفردية فقط سواء كان ايكون ولا غيره تمام طيب هاي ستة وسبعين هون ماشي لحد الان العيبة سيئين براندتونا انجولانو دي بروين يا السلام كل ارقام فردية واو والله دي بروين خطير تعالي يا دي بروين شي جدا حلو يلا بيلي تسعة وتسعين يلا فاتو وفاليري طيب خد أليكساندر فاتو سدي ام يا رب يا رب شيفي رقم فردي كانتي بيروح كانتي بيروح كانتي بيروح والله حرام شايفين الجلطة اللي عم تصير فابينيو بحسن اخده الحمد لله والله فابينيو خطير تعالي يا فابينيو نزله هون يا سلام يا سلام خد السيبي يارب راموس سبعة وتسعين تخيل يا الله والله لجن ازا بيجيني لا يا اخي لا اوكي عندي فانداي ماشي ماشي معقول والله حرامي روح علي فاران جيبوا راموس سبعة وتسعين يالسلام يالسلام والله طلعلي انجلطت اول ما شفته بس الحمد لله طلعلي راموس هاي رقم فردي خلص ممتاز ايك ممتاز ما رح نمشي الا مع الارقام الفردية سواء كان ايكون ولا غيره اه لا 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 يا جلطة لا شوف لو لو كان روبرتسون شوف 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 التناغم قدرش كان بيزبط لي التناغم امور كله بالسليم ضروري كنتو تحطوه اربعة وتسعين حطوه تلاتة وتسعين يا اخي طيب ما في مشكلة كمل اه في سانشيز وفي هازارد خود هازارد يالله ما في مشكلة يا رب سيطلعلي مارادونا تسعين ماشي بعد شوي لانه بعرف حركاتكن كمل يا حبيبي يالله مبابي يالسلام هاي البطاقة جدا حلوة والله والله جدا حلوة يالله يالله عندي واحد عندي زهير يمين ماني محتاج فبيجيني هذا والله طاقته جيدة اضعف طاقة عنده الشوت او الدفاع ثلاثة وتمانين صهير اضعف طاقة عنده الدفاع سبحان الله طيب ننزل نحنا خيسوس نفاس ونكمل يالله يا رب بي كي بي كي بي كي ممتاز جدا والله يالله خلينا ناخد بي كي ممكن اننا نشوف حارس يارب يجيني دخية يارب كله ارقام فردية والله انا عمشوف يعني شي رهيب والله طيب مناخد أليسون ممتاز جدا ممتاز جدا اه يا كوتينيو اه كنت لعبته بالكم كان شبك مع باتو او فابينيو ومع بوسكتس اخضر يا الله والله حرام طيب يالله مناخد ناينجولان دوري ايطالي يساعد دوري الايطالي والله ما شكله رح يساعد ما شكله رح يساعد كمل كانتي بيرجع بيطلع لي نسخة 89 حلو افضل من لا شيء يعني وعندي ارتورو فيدال بس رح ااخد كانتي لعبه ظهير والله بيقل التناغم طوقاته يزيد على الولو واحد يعني بس يلا ما في مشكله اوكي كله ارقام زوجية هون ممكن اني اخد اشلي يونغ خليمشي الحال حاليا يعني 191 والله شي كافو شي كافو كمل 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 يارب كام كام دل بيرو حلو وعندي نيمار عندي نيمار وعندي دل بيرو لنا حرية الاختيار شوف وفيه طبعا هذا اللاعب يلمز اسمه فاخذ نيمار ولا دل بيرو والله شي بيحير نيمار جدا اسطوري ما بيتفوت بصراحة دل بيرو تقيل بالملعب طيب على ممنحنا ما له مكان حاليا بس ممكن انه نحتاجه بداخل المباراة اوكي عادي جدا ما فيه اللاعب الخطير هذا المركز يا عرب يا عرب البورتي حلو 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 جدا ممكن انه ناخد البورت بقى الي لعبين هون اكيد لعب سيء انا متأكد بس ان شاء الله حلو تياغو سلفا 95 يا السلام اوكي اوكي ما بعرف ممكن انه ننزل احنا تياغو سلفا كاقلب دفاع ونخلي مثلا راموز ظاهير اللتي بره مسترعته ممتازة وممكن اللاعبه ظاهير اخر لاعب عنا اه من رقم فردي عنا الاول والاخير ممكن هذا على اساس دوري انجليزي والله التشكيل لناري جماعة التشكيله نار فيه عناصر دفاعية ممتازة وعناصر هجومية ايضا جدا ممتازة على امام هرح حاول زبط التشكيله الان على قدر الامكان وبعدها رح ارجع لكم اوكي جماعة هاي التشكيلة نهائية 191 اللي خايف منه هو كريس بول لانه دائما بيكون سيئ فاذا كان سيئ اكيد رح بيطلع وبينزل نيمار فورا لكن بالبداية لازم ان نطلع اشلي يونغ على اساس تصيره الـ 11 لاعب كاملين من الارقام الفردية وبنزل تياغو سلفا واحتمال خلي راموس مثلا ظاهير وتياغو سلفا طلب دفاع وبالتالي حاليا تشكيله فيه 10 لاعبين من الارقام الفردية لازم بس نطلع لهو اشلي يونغ مدرب ممكن دوري انجليزي يساعدني ما فرقت كتير دوري انجليزي او دوري ايطالي اوكي دوري ايطالي فيه لا اوه فرنسي ودوري ايطالي يا سلام والله افضل من هيك ما لي متمنى شي افضل من هيك شكرا شكرا 191 تشكيله نار وروحت علي كانتي الازرق وروحت علي باران الازرق مرتين وكانتي الازرق مرة وكذا لاعب يعني بس الحمد لله على كل حال رح مننطلق الان على المباراة وان شاء الله مبدعون فوز بهذا التحدي اوكي يا حبيبي هو بيطعم الارجنتين ونحن بيطعم اليونايتد بسم الله اوكي والله تشكيله حلوه بس تنغمه شوي ناقص وثلاثة دفاع المفروض ان يستغل هذا الشي المفروض الا في حال ترجح هو هذا الار ام والال ام خلاهن اظهرة يعني اعطاهم تعليمات دفاعية لكن بشكل عام تشكيلتنا تعتبر افضل لازم نطلق اشلي يونج وننزل تيوغو سيلفا راموس قديش السرعة عنده سرعة تجري خمسة وثمانين والتسارع ستة وثمانين تيوغو سيلفا بطيء فخلي تيوغو سيلفا قلب دفاع راموس رح يبدع بمركز الظهير يا هل ترى هو كان سابقا بيلعب الظهير يمين لكن الله عالم الان شو رح بيساقي كانتي مرح يمشي حاله اطلاقا بمركز الكام مستحيل ممكن اني خلي مكان بوسكيتس اوكي رح خلي كانتي اساسي تمام بوسكيتس بطيء بطيء جدا سرعة تجري تسعة وستين كانتي قديش تمان وسبعين ففرق كبير رح طلع بوسكيتس ونزل مبابي وممكن اني طلع نينجولان ونزل ايدن هازارد تمام نزل هازارد ومعي تبديل اخير في حالة حبيت طلع كريسبو ولا معد ما يتبديل لا 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 هي خلص التبديلات خلص نزل نيمار هازارد ما لي محتاجه نيمار افضل بضل هيك تشكيلتنا خلص افضل من هيك ما بظن انه ممكن نساوي شي بحالة عبارة اتبري تشكيلتنا سأتبري تبديل اتبري تسجيل سأتبري تسجيل تبريد تسجيل سأتبري تسجيل بحالة عبارة سأتبري تسجيل تحلق نزل المسيح فاندايك فاندايك إياك يسبقك نيمو فرص خطيره عن المار الله هلوه فاندايك هلو فاندايك لما بيكون ضدي بعمره ما لاعب بيمر منه لما بيكون معي هلا هيك بسغيل هلوه يوه والله المدافع جابه الفريق يطبق ضغط ممتأس في استعادة الكرة هيرنان كريسبوم kilka من عرش يوه يوه لا لا ك suits لا لا لأ أخ دفاع دفاع وين؟ كورة بيني الشميل ابن كريسبل وين؟ هاي وين عند الجمهور هاي؟ فهين رفع على راموس مستحيل حدا يطلع من فوق ينطح راموس 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 شام تسوي راموس يقلص من فانداي قبل شوي بيطلع لي راموس حلوة حلوة كيف شل هذا كيف شل فعل برشاقة حارس المرمى ينجح في الاختبار كورة كانت من محلوة وين رايح؟ مالوس باق جاري هو خيالية لهذا الخيالية حلوة النيماء يا أخي شو صاير للكون؟ يا جماعة كذا هجم كذا هجم مضيق كله يلا 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 مقبئ حلوة 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 حرام عليكن يلا 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 حكم يا دي بروينت إيل يا واحد واحد كيف متعدل أنا؟ أنا كيف متعدل طيب شوف هو تزديدة واحدة على المرمى حصائيات بالطول بالعرض لإلنا ومع هيك متعدلين بدي شوت أوكي بدي شوت ترك لي بس مساحة صغيرة تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة بحثا عن مساحة في دفاع الخصم هذا ثلاثة دفاعه هيك يو الله يا فابينيو نيمار كانتي كانتي شوف والله نيمار عم يحج جسم على كانتي أنا مالي مسدق لي عمشوفه روح يلا ياريت نلعب تباص تمريرات تمريرات في الجناح لليوميسي لا ينجح بالترجمة هذه المحاولات كنا بتتخلص الآن نيمار روح دي بروين حط دي بروين حط خلص ما بدي شوت أرضية اطلاقها ما عد بدي شوت أرضية والله كل أرضية عم يصد الحارس لعب عالي وخلص يلا دي بروين نيمار هل ستنقلوا بالترجمة؟ كأنهم في تقسيرهم شوف الأقطاب، شوف التحكم، شوف البيض شوف البيض يا رب يا رب خلص كاف خلص خلص حالي من الهدف لتيتج الآن 3 تهدف لهدف هدفين يفسلام بين الفريقين لا يروح كيك اوف. لا يروح كيك اوف اطلاقاً. اطلاقاً لا تتركوه. ايوه. جول. جول كيك اوف. الرفعة جول يعني شو متوقعين. انسحب الخصم. انسحب. سجل هدف وانسحب. يعني كأنه عم يقول لي انه أنا اللي تركك تفوز. مو انت اللي يفايز. عرفتوا كيف؟ بس والله التشكيلي مقدمة. مقدمة مستوي. مو طبيعي. شفت العناصر الخطوط الوسط اقل واحد. الخطوط الوسط المهاجمية اقل شي 8.7. يعني والله شي رهيب. نيمار سجل. دي بروين سجل. وان بابي سجل. مين اللي صنع؟ نيمار سجل وصنعه. دي بروين نفس الكلام. وكريسبو صنع هدف. كريسبو يعني كان سيء بصراحة. لكن شا فعله هذا الهدف اللي صنعه. عمدل على كل حال. ديها 87. وبالتالي يعني كأنه مبارنة تعتبروه. شوفوا الاحصايات كيف. من ثلاث تزديدات على المرمى هو هدفين. إذا عشر تزديدة انا قديش ثلاث اهداف. واو على مهم. هيك نقدر قلن وصل لنهاية هذا المقطع. بتمنى يكون المقطع عجبكن. اذا حبينا نعمل تحديد فوتو درافت الارقام الزوجية ففجروا هذا المقطع اللايكات. واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين. فشكرا لجميع اللي تابعوا المقطع. وزا عندكم انا اقتراحات للتحديات جاي فاكتبوا ليها ايضا تحت بالتعليقات. وحسب بالانستغرام تحت تروحوا وتابعوني عليه. فبس هذا اللي كان عندي اليوم في امان الله.